اشتركوا في القناة في الجهرة و 47 درجة مئوية سجلت في مدينة الكويت وأقل درجات الحرارة كانت على السواحل سجلت في السامية 43 درجة مئوية هوا شمالي غربي حاليا خفيفي لمعتدل السرعة 8 كيلومتر في الساحة سرعة الرياح حاليا درجة الحرارة 40 بالمئة الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر نسبة الرطوبة تصلت 19 بالمئة في بعض المناطق السكنية وكحد أقصى على بعض المناطق الساحلية 30 بالمئة سما صافية الوضعية هذه رح تستمر ويانة حتى يوم الغد من المتوقع عبور لبعض السحب العالية مساء يوم الغد على بعض المناطق حتى نهاية اليوم لساعة 12 تقريبا درجات الحرارة تتراوح ما بين 33 إلى 39 درجة مئوية في أغلب المناطق والهوا شمالي غربي خفيفي لمعتدل السرعة متقلب الاتجاء أحيانا من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة أجواء حارة درجات الحرارة في السواحل وأيضا الجزر الجنوبية كبر وقارو أم المرادن تتراوح في جزرنا الشمالية وربو بوبيان لساعة 12 أما درجات الحرارة الصغرة في الفترات المتأخرة من الليل والفجر فتتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية أجواء حارة مستمر ويانة منتصف نهار يوم الغد أجواء شديدة الحرارة تتراوح العظمى ما بين 45 إلى 49 درجة مئوية في أغلب المناطق مع هوا شمالي غربي خفيفي لمعتدل من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة درجات حرارة سماء صافية أجواء حارة شديدة الحرارة يوم الغد أقل درجات الحرارة ستكون في الجزر الجنوبية كبر وقارو أم المرادم 44 درجة مئوية السواحل تتراوح ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية جزرنا الشمالية 46 درجة مئوية ومثلها في فالتشة أقل درجات الحرارة دائما تكون في السواحل خاصة السواحل الجنوبية والجزر أما المناطق السكنية والمناطق الغربية من البلاد فتسجل درجات حرارة عالية 48 إلى 49 درجة مئوية والإحساس يكون أعلى من ذلك الهواء الشمال الغربي رح يستمر ويانا ورح ينشط على فترات خلال فترة المساء وسرعتها رح تتراوح ما بين العشرة إلى الأربعين كيلومتر في الساحة وأغلب النشاط رح يكون على المناطق الساحلية باتر بذن الله البحر رح يكون خفيفة لمعتدل الموجع لأحيانا أجل أي نشاط بحري لأن بداية البحر رح يكون من 2 إلى 5 قدم بعد ذلك رح يكون من 2 إلى 6 قدم ورح يكون شوي مزعج للحد داقة الفترة هذه من فترات الفساد المد الأول بذن الله الساعة 7 و 9 دقائق صباحا ومد الثاني الساعة 18 دقائق مساءا والجزر الأول الساعة واحدة من بعد منتصف الليل والجزر الثاني الساعة 3 و 17 دقيقة مساءا المواقيت بذن الله أذان الفير الساعة 23 و 27 والشرق الساعة 4 و 59 والمغرب الساعة 6 و 49 دقيقة أما الطقس المتوقع بذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة ارتفاع أكبر في درجات الحرارة متوقع خلال الأيام القادمة العظمة تتراوح ما بين الـ 48 إلى الـ 51 درجة مئوية والإحساس يكون أعلى من ذلك هوا خفيفين معتدل السرعة بدنا الله باتر ينشط على فترات بشكل ملحوظ ابتداء من يوم الخميس وحتى يوم الأحد وفرص لغبار مثار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة أما الصغرى فترتفع أيضا وتوصل الصغرى في بعض المناطق إلى 36 درجة مئوية خاصة في يوم السبت بوجعهم تتراوح ما بين الـ 34 إلى 36 حرق خلال النهار وحرق خلال الليل صيف الكويت المعتاد مستمر ويانة باتر بدنا الله 48 العظمى والصغرى 34 هوا شمال غربي خفيفين معتدل خلال النهار ينشط على فترات خلال المساء ترتفع الحرارة أكثر في يوم الخميس 49 العظمى والصغرى 35 والهوا نشط على فترات من 15 إلى 50 أجل أي نشاط محري فرص لغبار مثار على المناطق الصحراوية والمكشوفة هذه الفرص راح تستمر ويانة ليوم الجمعة نشاط أكبر في سرعة الرياح من 15 إلى 50 50 العظمى والصغرى 33 درجة مئوية ترتفع الحرارة أكثر في يوم السبت 51 العظمى والصغرى 36 والهوا الشمال الغربي يستمر ويانة من 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة وفرص الغبار تستمر ويانة خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة خلال فترة الظهيرة ويترسب الغبار بعد ذلك تدريجيا أجواء حارة تستمر ويانة ليوم لحد 50 العظمى والصغرى 35 والهوى الشمال الغربي يستمر في نشاطه على فترات من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة أزال المشاهدين ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة متوقع خلال الأيام القادمة وأيضا نشاط في سرعة الرياح وفرص لغبار متوقع أيضا خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة ديروا بالكم وتجنبوا أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة وكثروا من شرب السوائل نشرتنا الجوية تنتهي والآن نعود للطرف الآخر من الاستيديو لاستكمال النشرة